على وقع أزيز الرصاص قضى سكان سوبا وأحياء جنوب الخرطوم صباحهم حيث اندلعت المواجهات في مجمع رهف السكني بمجرد بدء الأحداث صارت تكهنات بوقوع اشتباكات بين قوات أمنية مشتركة وحركة مسلحة موقعة على اتفاق جبا وأن السبب هو رفض هذه الجهة تسليم المقر الذي تشغله الحركة المسلحة التي أشارت إليها التكهنات هي الجبهة الثالثة تمازج الأمر الذي دفع الجبهة لإصدار بيان تنفي فيه أي دور لها في المواجهات رغم تأكيدها أن عددا من قياديها يقيمون في المجمع بالتنسيق مع الجهة الرسمية القوات الأمنية بدورها أصدرت بيانا تشرح فيه الملابسات ولتعلن أن المواجهات تمت مع متفلتين في إطار قيام القوات بحملات دهم لأوكار الجريمة حسب نص البيان وقالت القوات في بيانها أنها استطاعت إنهاء المواجهات وحسم المتفلتين برغم صدور هذه البيانات إلا أن سكان الخرطون عبروا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم من تكرار مثل هذه الأحداث ودساء لكثيرون عن مستقبل الأمن في العاصمة إذا أصبح المتفلتون يستخدمون الأسلحة الآلية ولديهم من القوة ما يواجهون به قوات الأمن والشرطة بعد أن كانوا سابقا يتسلحون فقط بالأسلحة البيضاء وطالب مواطنون بأن يعقب هذه الأحداث تحقيق شامل يشخص فيه مكامن الخلل ويحاسب فيه المقصرون